السلام عليكم اليوم سوف نعطي قطوه سويسرول 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 ستبع معي طريقة سهلة لا يوجد شيئا نصف المقادر نصف 5 بيتط 4 بيتط معوطين يكون 5 يكونوا في الحرارة الغرفة نضيف سكر نضيف سكره و نضيف through بعد 30 دقائق ثم نضيف سوف نضيف اضيف 3 긴 السور تطور اضيف تصبح تصل نضيف نشبه يجب من الملخ ويجبها الطريقة يجب من الملخ نضيف الطحين نضيفه نحركها بأي طريقة كما كان نبقوها بشوية بشوية حتى تخلط الطحين كامل مع بيتات السكر نقوم بشوية بشوية تقريبا على جود المرات أو على ثلاثة المرات هذه اللجنة التي تحصل عليها بها الطريقة تخلط الطحين نعمل هذا الخالط في اللاطة الفرن تقريبا نعمل هذه اللطيفة ونزعها فى اللاطة التاوية ندخلها فرن ونقوم بسعر 12 دقيقة في سعر 12 دقيقة نقوم بسعر 12 دقيقة على ما يوجد هنا توجد تقريبا لفرنة الفرنة يقوم بسعر ونقطعة صغيرة لقد أخليت احد ثلاثة الحبت لنقوم بسعر اختياري يعني كل واحد يزوق كما بغى بالنسبة من قضية ديكور كل واحد يزوق كما بغى طريقة باش نعدل هات فريسة اغلبية طبعا كعرفوها فنقطعها هيدا ما كتوصلش حتى نلقع قطعة فتحها بها الطريقة هذي ساعة كتفتح هيدا كتجيبها الوريدة وكل واحد يقدر يعمل الشكل اللي كيبغيه بها الشكل هذا انا هذي هم اللي غادي نزوق بهم فوق كيكا بها الطريقة هذي ساعة انا غنخليهم هذي على جنب حتى توجد كيكا الكيكا طلعتها مفرن 12 ثقيقة في حلقاتكم كتكون طيبة إلا طبع تكتر كتب اسمي غجيو تلوي هو غتتهرس فلازم تحترموا هات قضية هذي غادي نحيض غادي هذي الحشيط بالموس او لباشم هيكا لانه هما اللي ما وصلهم شي بابيه هي الصعوبة ديالا هي في الطيب ضرور الواحد ياخد بالو لنسيتها بزاف كتب اسمي غجيو تلويه غتتهرس فالواحد ياخد بالو منه غادي نحيضها سهلا ميكا تجي زولة ملاطة ما فيها شي شي صعوبة غادي نحيضها ملاطة هي هذي غادي نقلبها باش نحيض لك كاغت ما الطريقة ونزول هذي كاغت كامل هي كتب مزيونة وهذا ما من بعد غادي نرجع نلويها في نفس الفوطة الى ديا shorts كوزينه اللي نزلنا عليها غادي نرجع نلويها ونخليها تبرد ويملوية هيدا نخلي واحدة تبرد ممرة عاد مقدورا نعملها كريمة عندما تبرد غا نوجد هناك كريمة عندي هنا اه كبديا الكميش او الكميش او لا كريم ليكيدة او لا كريم كريم كل واحد على حسر كيف الشعندو سوف نضيف لها ثلاث كاب سكر غلاسي سوف نضيف لها ثلاث كاب سكر غلاسي سوف نضيف لها ثلاثة سوف نضيف اضيف لها ثلاثة أضيف لجونت تبرد دفلان سوف نضيف لها ثلاثة سوف نضيف لها ثلاثة سوف نضيف لها ثلاثة تحلق كيكا كامل تحلق كريمة تحلق كرم تحلق كريمة تحلق كريمة تحلق كريمة اشتركوا في القناة سوف ننزل لفق منه هذا الشكل سافي هذا الشرك هو الشرك الاخراني نخلطه بأخر كريمة خلطه مثل السكر وكش الولانية ثم نستطيع اختيار كل واحد كيف لا يريد انا بالنسبة لي نختار هذا المرة نبدل على ما كنا نعمله نمشي بهذه الطريقة ونبعد نشبر معروفة ونجينا النص ونخرج نمشي معها كام لهذا طبعا كل واحد يزوق بالطريقة اللي يريدها او بالرأس اخر اللي يكون مزوق او بأي حاجة الشكل اللي يريده كل واحد يعمله انا اخترت هذا المرة لها الطريقة لانا قلت نبدل يعني والاشكال ياخرى نبدل بهتشكل هذا مغروفة نجيبه النص ونخرجه بهتشكل هذا انا غادي نكملها كاملة نص طريقة نفس الشي بالمرزية المغروفة نجيبه النص ونخرجه مغروفة هي هادي ما اللي يكملتها كاملة طبعا اللي يقدر يزوق عادي كيف ما بغيته يقدر غير فورشيتات مغروفة انا غادي نزيد عليها شوكولت غاورة من فوقي انا قلت لكم كل واحد يعمل زواق اللي يبغى فوق منا مهمة البرانسيب ديال اما بالنسبة شني غادي تعمل فيهن داخل او لبرا كل واحد اللي يبغى اعمل تكتريفة ديال فريسة من فوقي بهتشكل هذا غادي نزول غير هات الحشيت غادي ندخل النبيرة هادي غادي نقطعوها هو هذا الشكل ليالا هيدا كتجي كتجي مزيونة بزف وسهلة كنتمنى انكم تجربوها وإلى عجبتكم عملوا لي لايك في الفيديو ديالي وإلى عندكم شي كومونتا غاعملوه وعملوا لي شير وتقابونا وفلاشين ديالي شكرا بزف بالصحة والرحة اشتركوا في القناة